بدأت في الجامعة الأردنية فعاليات البرنامج التدريبي للمسئولية الاجتماعية الذي تنظمه مجموعة الأهل القابضة في دبي بتعاون مع كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأردنية للشركات بمشاركة 60 طالب وطالبة من الأردن والإمارات العربية المتحدة إلى التفاصيل بدأت في الجامعة الأردنية فعاليات البرنامج التدريبي للمسئولية الاجتماعية للشركات بمشاركة 60 طالبا وطالبا من الأردن والإمارات العربية المتحدة اشتغلنا بالأردن 3 مرات وهذه المرة بشركات مختلفة مع جامعات مختلفة ومؤسسات هذه المرة شركتنا مع الجامعة الأردنية والجامعة الأمريكية والجامعة التطبيقية وعندنا مجموعة من 60 طالب سيأخذوا كورس على مدى 8 أيام يتعرضوا فيها لأحسن التجارب في مجال الرياضة المجتمعية ويتعرفوا على هذه التجارب ويأسسوا مشاريعهم الشخصية يهدف البرنامج الذي تنظمه مجموعة الأهل القابضة في دبي بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأردنية إلى إشراك القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والهيئات الحكومية بصياغة استراتيجية أكثر استجابة لاحتياجات المجتمع المحلي وتطوير وتعزيز الممارسة والوعي بالمسؤولية الاجتماعية للشركات وأنشطة المشاريع الاجتماعية بين الممارسين وزيادة إدراك الطلبة لمفهومها من خلال آليات بناء القدرات راشع البرنامج إجاء نتاج لاتفاقية شراكة مع مجموعة الأهل القابضة في دبي لاستضافة وتنفيذ برنامج المسؤولية المجتمعية البرنامج رح يبدأ بكرا إن شاء الله لمدة سبع أيام رح ينتهي إن شاء الله بمشاريع مميزة بتخدم المجتمع واللي فيها بيكون إنشاء الشركات وفق معايير دولية رح يقدمها البرنامج ويدربها المدربين عندنا من الأردن ومن المجتمع الدولي بعد النجاح الذي حققه البرنامج منذ عام 2011 في الإمارات العربية ولبنان وبريطانيا وإيطاريا يأتي انعقاد البرنامج التدريبي في الأردن حيث سيشارك في البرنامج والذي سيستمر لثمانية أيام ستون طالبا وطالبة بحضور أكثر من خمسة وعشرين مدربا من شتى القطاعات والمجالات والجنسيات اشتركوا في القناة